سهله من شرق الوطن وبالتخديد من ولاية قسنطينا حيث تم تقديم 11 مسيرا ومديرا جهويا لبنك عمومي ومسير شركة صيدلانية ومسيرين آخرين مما قاضي تحقيق القطب الجزائي بمحكمة قسنطينا حيث توبعوا بتزوير وتضخين فواطير وعقارات تجاوزت 300 مليار حيث أمر قاضي التحقيق بإداع المدير الجهوي ومدير وكالة وصاحب شركة صيدلانية الحبس الموقت فيما تم وضع المسيرين الآخرين تحت رقابة القضائية وهي القضية التي عالجتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية خلال أربعة أشهر بعد الاستغلال الجيد لمعلومات تحصلت عليها ذات الفرقة حيث قدمت المعنيين أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينا لتورطهم كما ذكرت في قضايا فساد مالي كبير تضمنت التلاعب في قروض بنكية تحصل عليها بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية دون أن تكون لهم الضمانات الكافية للحصول على القروض بتواطئ من قبل بعض المسؤولين في بنك عمومية